وللحديث عن خطاب التمييز ضد اللاجئين من خارج أوروبا والذي بدأ على لسان العديد من المراسلين والمسؤولين في أوروبا ودلالة ذلك معنا من باريس الكاتب والصحفي السيد مصعب السعود مرحبا بك معنا مساء الخير جميعا أسعد الله وأوقاتكم يسعد بسك شكرا لقناة حياكم الله سيد مصعب حتى على الرغم من الأزمة فإن فيزا الدخول لدول أوروبا من أوكرانيا إلى دول أوروبا هو أن تمتلك شعر أشقر وعيون زرقاء أما بقية الهاربين والمضطرين للخروج من أوكرانيا هربا بحياتهم وطلبا للنجاة فلا يسمح لهم بالدخول ثم تأتي مجموعة من التصريحات سواء من سياسيين أو صحفيين أو مثقفين كيف يمكن قراءة هذا المشهد الذي أظهرته هذه الأزمة مساء الخير مرة أخرى هو حقيقة المشهد مؤلم لنا نحن السوريون أكثر من غيرنا نحن السوريون وبلاد المشرق العربي وبلاد أفريقيا لأننا أكثر الشعوب المضطهدة في هذه الدنيا من الدول التي تدعي بين قوسين علائم الحرية وترفع هذه الشعارات الرنانة الحرب الدائرة في أوكرانيا لا تفرق بين مواطن أوكراني ووافد عربي مسلم أو أفريقي أو سواء لكن الدول الأوروبية والتي بالأساس هي من أوقعت أوكرانيا لنكون صريحين من وضعت أوكرانيا في مواجهة هذا الدب الروسي الآن بدأت تظهر حقيقة بعض العنصريين المفروزين الموجودين أصلا في هذه البلاد حتى لا نعمل ليس كل البلاد عنصريون هناك إعلاميون ومهنيون يتحاورون معنا ونتناقش معهم ولكن هناك في كل دول العالم فئة ترفض الآخر ولا تقبل به لأن الآخر لشقين طبعا الرهض يكون هنا لشقين لأن الآخر قد يكون مجهولا تاما بالنسبة له كما يدعي رئيس وزراء بلغاريا بأن ربما يكون هناك خلفيات دينية مجهولا له لعدم معرفته بالتاريخ والحضارة والقيم التي بنيت عليها هذه الحضارات قبل أوروبا بألاف سنين وهناك فريق آخر لديه هذه النزعة لأنه من فئة اليمين المتطرف والتي بالأساس ترفض أي وجود لغريب لهذه المنطقة الأوروبية وهم قلة ليس بأصوات كثيرة وهم قلة معروفون وأصلا منبوذون في أوروبا دعم بناء على ذلك كيف يمكن تفسير ما يجري على الحدود مع بعض اللاجئين والفيديوهات التي تابعناها ورفضهم لدخول بعض اللاجئين ربما لأنهم يمتلكون جنسيات أخرى وإدخال الأوكرانيين من بوابات أخرى في هذه النقطة لأن أوكرانيا المحيط الذي يحيط بأوكرانيا هي الدول التي تشهد هذه العنصرية المقيتة بعض الدول التي تشهدها هذه العنصرية المقيتة ولكن لنكون منصفين عندما قدمت سوريون بأفواجهم المتعاقبة باللجوء وغير السوريين والعراقيين إلى أوروبا كان هناك بعض المحاولات العنصرية ونقلتها وكالات الأنباء الدولية كما يفعلون الآن وعروا تلك الصحفيين والصحفيات والذين اضطروا إلى مغادرة مؤسساتهم الآن هناك حالة عنصرية كبيرة ضد السوريين وضد الوافدين العرب والأفريق وهذه الحالة مرتبطة بمن يدير أو بمن مسؤول عن حماية الحدود الفونتير بالفرنزيين بمن مسؤولين عن استقبال الأفوان وهذا لا يمكن حتى للحكومات أن تفرض عليهم يعني هناك نزع اليوم أنا يوم بقرأ وشوف ما يجري على الحدود أقول أنهم يتعاملون وفق العنصرية التي كانت مزروعة ووفق المعلومات التي وصلتهم عن بلادنا عن ثقافتنا وهذا دليل أننا بحاجة للكثير من العمل لنعيد تصويب هذه الثقافة وهذه المعلومات ونعر هؤلاء العنصريين ونطالب أن يعتذروا من مجتمعات هي بالأساس أصحاب حضارة ولولاهم لما دخلت الاستعمار ولا أنتجوا دكتاتوري في بلادنا وضعاق نعم طيب أمام هذا الخطاب من وسائل الإعلام ما الضامن لعدم تكراره ضد اللاجئين الأوكرانيين أنفسهم في المستقبل هذا الأمر مهم جدا اليوم الحرف في أوكرانيا ليست لأن الأوكرانيين شعرهم أبيض وشعرهم أشقر وعيونهم ما بعرف إيه زرقاء لا الأوكرانيون أصلا أقرب إلى روسيا وهم بالأساس من الدولة الكييفية التي بالأساس هي أساس الاتحاد أساس روسيا الجمهوريات الروسية إذن الأوكرانيين أقرب لروسيا وليسوا أقرب إلى الأوروبيين وكانت الغاية أن يبازروا على أوروبا على روسيا بإدخال أوكرانيا أما الحرب فروسيا أعلنتها منذ ثلاثة أشهر وأكثر ولم يتهم ماذا فعل الأوروبيون ولا أمريكان معهم ومتركوا الأوكرانيون إلى مصيرهم يعني هذه الأسلحة وغيرها لن توقف الدب الروسي لذلك عندما عندما يصل الأمر إلى وصول اللاجئين الأوكرانيين إلى هذه البلاد الأوروبية بداية سيرحب بهم كما رحب بالسوريين وفي كل دول الأوروبا في البداية لكن بعد فترة ستبدأ العنصرية المقيتة ونحن نعلم هنا في أوروبا في هذه البلاد جميعا هم لا يقبلون أي وافد أيا كان حتى يحاربون أنفسهم نعم هذا كلام مهم أستاذ مصعب يحيلنا للسؤال عن القيمة القيم الأوروبية أو القيم الأخلاقية الأوروبية التي بدت في كثير من المواقف والأزمات على المحك ولعل هذه واحدة من الأزمات التي قد تكشف مزيدا من الوجه الحقيقي أو جزء من الوجه الحقيقي عن طبيعة هذه القيم هذه القيم هي شعارات يستخدمها الأوروبي فقط لتقديم الصورة الجميلة عن أوروبا لكن بالحقيقة هم لا يتعاملون فيها يعني الحرية والمساواة والعدالة والديمقراطية لا يوجد عدالة حتى في حصول على عمل فكيف تفترض أن يكون هناك عدالة مع الوافدين الجدد على هذه البلاد يعني في الحصول على عمل هناك دميز بين صاحب الأرض وحتى الوافد الجديد فكيف تفترض هذا الأمر يقودنا لما أعلنته كوندليزا رايس ما أعلنته يؤكد لك أنه بين قوسين أن أوكرانيا دولة ذات سيادي طيب ما العراق كان دولة ذات سيادي وغزتها أمريكا وبعدين غزوها كلهم يعني هم يقيمون هذه الشعارات بما يتوافق مع مصالحهم وغاياتهم هذا باختصار القيم والمبادئ التي نؤمن نحن بها نحن نؤمن بها هي قيم الإنسانية الجمعاء التي تحض على التعاون والديمقراطية والعمل المشترك والمساواة لكن ما يؤمنون به هو القيم التي تسمح لهم السيطرة على مقدرات الدول بين شعارين أن نقدم لهم الحرية والديمقراطية وطبعا لا يوجد دولة احتلت وقدمت لها الديمقراطية والعداد نعم هناك مواثيق يفتخر بها الغرب ويفتخر بأنه وضعها ويحاول دائما تكريسها وخاصة في التنظير على عالمنا العربي والإسلامي نحن العالم الثالث بطبيعة الحال فأين هي في مثل هذه الأزمات أو هل تتوقع أن تكون قادرة على الصمود أولا القيام والمبادئ في المادتين 19-20 من العهد الدولي أو المؤسسة الأممية يعني حضت على محاربة خطاب الكراهي خطاب الكراهي خطاب المعتقدات خطاب الدول التقييم والتجاه الأقليات إلى آخر إلى آخر ذلك وهو بند عريض جدا يدخل فيه الكثير هل اليوم أوروبا تتعامل وفق هذا أوروبا بين قلسين كل أوروبا تتعامل وفق هذه الموطيات يا أخي هناك مرشح للرئاسة يسب على المسلمين وهم يمثلون أكثر من 20% من فرنسا يعني لا يوجد لو كان هناك مبادئ ملتزمة بها هذه الدول لا أوقفت رجل يترشح للرئاسة مثلا عند حدي لحاكمته بخطاب الكراهي ضد مجموعة تمثل 20% من هذه البلاد لا يعقل الخطاب الكراهي هو خطاب نعود من قصين للتذكير هي مواثيق دولية معروفة لدى الأمم المتحدة وكل دولة تبنتها ضمن دساتيرها لكن تطبيقها تطبيقها يكون مرهونا بالسياسة التي تحكم هذه الدولة وفق مقياس وهامش محدد الآن خطاب الكراهية الذي نسمعه من بعض الصحفيين يجب أن يكون هناك حملات توعوية من القنوات والمؤسسات العربية والسورية وغيرها لمواجهة هذا الخطاب العنصر المكتر يجب أن نحاجج وندفع بالاعتذار علنا من بلاد لها أساس في الحضارة بنيت عليها هذه الحضارة الغربية التي يتغنمون وقبل أن تنشأ هذه الدول أستاذ مصعب السعود أشكرك كاتب الصحفي من باريس شكرا لكم شكرا بتحكم